ودعى الوزير عطاف باسم الجزائر إلى حجد الجهود ومضاعفتها من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن والأمم المتحدة من هذا المنظور فإن الجزائر تدعو إلى حجد الجهود ومضاعفتها من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن بشكل خاص ولدور منظمتنا الأممية بشكل عام وذلك عبر التركيز على خمس محاور رئيسية المحور الأول وهو يتصل بضرورة الإسراء في تجاوز منطق الاستقطاب وتحسين مناخ العمل في مجلس الأمن المحور الثاني وهو يتعلق بضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحاسبة الأطراف التي يثبت تحديها لهذه القرارات وتجاهلها لإرادة المجموعة الدولية المحور الثالث وهو يهدف لتحسين التنسيق بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين ترجمة نانسي قنقر